أهلا وسهلا بك زميلي بس تحية ليك وتحية لكل مشاهدي قناة النهار الجزائرية في هذه التقطية المتواصلة لتطورات فيروس كورونا هنا في الجزائر مثل ما يظهر في العاجل أسفل الشاشة وكما أشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية منذ قليل فقد وصلنا إلى الرقم 986 حالة إصابة مؤكدة على مستوى 39 ولاية على مستوى الجمهورية سجلنا فقط في ولاية البوليدة وحدها وهي الولاية الأكثر تضررا سجلنا 42 حالة إصابة فقط اليوم ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في هذه الولاية إلى 385 كما يظهر أمامي على هذه المنصة الرقمية التي خصصتها وزارة الصحة الجزائرية الجزائر العاصمة سجلنا فيها فقط اليوم 18 حالة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات مثل ما يظهر إلى 154 حالة إصابة مؤكدة ولاية وهران غربا سجلنا فيها فقط اليوم 14 إصابة مؤكدة ليرتفع بذلك العدد إلى 62 حالة إصابة مؤكدة ولاية تيزيوزو أربعين حالة بجاية 36 وتيبازا 27 وولاية السطيف سجلنا فيها 25 إصابة مع أنها سجلت اليوم فقط إصابتين جديدتين الحالات بصفة عامة توزعت حسب بيان وزارة الصحة الجزائرية إلى 986 حالة إصابة مؤكدة بينها 61 حالة شفاء فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 63 حالة وفاة بعدما سجلنا خمس حالات وفاة جديدة اليوم كان هذا بالنسبة للولايات بصفة عامة كذلك الجنس المصابين الإناث 379 امرأة مصابة بهذا الفيروس عند الرجال 467 حالة إصابة وبإمكاننا أن نلاحظ في هذا التخطيط البياني تسارع انتشار فيروس كورونا وصولا إلى غاية اليوم ولاية البوليدا مثل ما تظهره هذه الأرقام البيانية فيها 39% من إجمالي عدد الإصابات بكل ولايات الجزائر بصفة عامة كان هذا بالنسبة للجزائر بس لبأس أن نلقي نظرة على الأرقام العالمية لبأس أن نبدأ بقليل من التفاؤل الإيجابية عدد حالات أشفاء على مستوى العالم بلغت اليوم 200 ألف حالة على مستوى 206 دولة في كل العالم عدد الإصابات يقترب ويتسارع نحو الرقم مليون للأسف الشديد نتحدث عن 936 708 حالة إصابة مؤكدة حول العالم منها فقط في الولايات المتحدة الأمريكية 216 761 إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة التي تتصدر بلدان العالم كأكثر دولة تضررا من هذا الفيروس استلي الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا ب110 ألاف إصابة إسبانيا 104 ألاف إصابة ألمانيا 77 ألف وقبل ألمانيا عفوا الصين ب81 ألف وفرنسا ب56 ألف أو بالأحرى 57 ألف إصابة وسجلت بذلك 4032 حالة وفاة كان هذا بالنسبة لدول العالم بصفة عامة عربيا السعودية 1720 حالة إصابة مؤكدة وسجلت رقما لبأس به في عدد الوفيات بواقع 16 وفاة تلي السعودية قطر بأربعمائة وخمسة عفوا بتسعمائة وواحد وثلاثين حالة إصابة مؤكدة كان هذا بالنسبة لدول العالم ولدول العربية عزائي المشاهدين لا بأس أن نعود إلى الجزائر وللدول المحيطة بالجزائر كما أودناكم المغرب ارتفعت عدد الحالات فيه إلى 642 حالة إصابة مؤكدة بواقع 37 حالة وفاة تونس 455 إصابة بينها 12 وفاة ليبيا 10 حالات موريتانيا 6 حالات بينها حالة وفاة واحدة مالي 31 إصابة بينها حالتين وفاة النيجر 74 بينها 5 حالات وفاة الصحراء الغربية لم تصرح فيها السلطات كما أسلف الذكر أي حالة إصابة إلى غاية هذه اللحظات كان هذا كل ما لدينا لحد اللحظة زميلي محمد كان هذا كل ما لدينا أعزائي المشاهدين من أرقام لحد الساعة ممكن أن نعود في الأرقام نعود في الساعات القليلة القادمة ونتمنى حقيقة أن نرى هذه الأرقام تنخفض أو على الأقل تستقر في الساعات القليلة القادمة أعود إليك زميلي بسا شكرا جزيلا لك وسمع على كل هذه التفاصيل والأرقام التي قدمتها